اشتركوا في القناة خمس اوراق فيها خمس امثلة راح نستخدمها الذكاء الاصطناعي في ايجاد الحلول والصياغ في الامثلة راح نستخدمها عندي مثلا هاي صفحة قدامنا زي ما احنا شايفين عندي طلاب وعلاماتهم في الرياضيات والعلوم الكيمياء والفيزياء والاحياء بدي اطلع معدل كل طالب او الوسط الحسابي لكل طالب لنفرض انه انا مبتدئ ومش عارف الصيغة اللي راح استخدمها فبنيجي على وبنيجي نسأله عن الصيغة اللي بدنا اياها زي ما شايفين انشاء صيغة اكسل لحساب معدل علامات الطلاب من بي تو الى اف تو نضغط انتر زي ما انشايفين هاي الصيغة المطلوبة نيجي نجربها نضغط على كوبي كود نيجي على الاكسل في خانة المعدل رايت كليك بيست لان عشان نطلع معدل باقي الطلاب بنيجي على زاوية المستطيل اللي فيها النقطة زي ما شايفين نضغط عليها بنسحب سحب لتحد هيك طلعنا معدل كل الطلاب نيجي لان على مثال ثاني مثلا عندي اسماء موظفين مثلا مع العمر مع الايميل مع مثلا الايد نمبر بدي افرزهم بهاي الواجهة لكن ما بدي امسكوا الاسم لوحده واكتبه هون بنيجي على التاج جي بي تي بنيجي الان نسأله عن الصيغة اللي بدنا اياها انشاء صيغة اكسل الاستخراج النص المفصول بفواصل من الخلية اي تو وتقسيمه الى الخلية اللي بدنا اياها زي ما شايفين عندي في الاي هون مثلا ابتداء من الاي تو للسي والدي والاي والاف نيجي الان نضغط انتر الان اظهرنا الصيغة كلها بكود واحد لو خدنا مثلا نجي نجرب اول صيغة نجي على الاكسل على خانة C زي ما شايفين ما اظهر اي نتيجة طبعا في بعض الاحيان نتاج البحث في اللغة العربية ما بتكون دقيقة ما بيفضل نستخدم اللغة الانجليزية في التشات جي بي تي حتى تكون نتاج البحث اذق وافضل بنيجي على القوغل ترانسليت بنيجي نترجم السؤال اللي بدنا اياه بنيجي الان نقضي كوبي بنيجي على تشا جي بي تي مرة ثانية نضغط انتر نيجي الان بناخذ اول صيغة كوبي كود نيجي على الاكسل نيجي الان على خانة الاسم رايت كلك بيست الان بنيجي على طرف المستقيل سحب سحب بهيك فرزنا اول صف عندنا في الخلية في خلية اثنين الان عشان نطلع باقي الاسماء بنيجي بنضلل بنضلل الاربع اعمدة بنيجي بنضغط على النقطة في زاوية المستقيل بنسحب سحب لتحد هيك تم تقسيم كامل النص نيجي الان على المثال الثالث عندي مثلا اسماء موظفين مع وقت الحضور بدي افرز الحضور مثلا اللي جاي الساعة ثمانية او قبل الساعة ثمانية يكون انه في الوقت وبعد الساعة ثمانية يكون متأخر بنيجي على تشات جي بي تي بنيجي بنكتب له هذا السؤال مثلا انشاء صيغة في الاكسل للوقت في عمود بي بحيث يكون الوصول في الوقت اذا كان قبل الساعة ثمانية صباحا ويكون متأخرا اذا كان بعد الثمانية صباحا بنيجي بنضغط انتر بنيجي الان بناخذ الصيغة كوبي كود نرجع على الاكسل على خانة الملاحظات ريت كليك بيست بنيجي هون طبعا الوقت وين موجود في عمود بي بنيجي بنغير الا لبي الان بنيجي نفس العملية بنضلل بنسحب المستطيل اللي تحت هيك اظهرنا المتأخر من اللي جاي في الوقت الان مثلا بتدعمل ظل لكلمة من هالكلمات للمتأخر او اللي جاي في الوقت لنفرض للمتأخر بتدعمل هايلايت للكلمات بس انا ما بعرف كيف نيجي نفس العملية على تشات جي بي تي نيجي في محرك البحث قم بانشاء تمييز للخلال التي تحتوي على كلمة متأخر من سي اثنين لسي عشرة في برنامج اكسل نيجي بنضغط انتر نشوف ايش الصيغة اللي راح يعطينا اياها طبعا هون عطانا صيغة مع طريقة عملها على الاكسل نيجي بنروح للكونديشنال فورماتينج نيو رول بنيجي على ايوز اه فورميلا على اخر خيار الان بنعمل كوبي للصيغة هاي اللي قدامنا كوبي كود ريت كليك باست بعدين على فورماتينج بعدين على فل بنختار اي لون بدنا اياه اوكي اوكي زي ما تشوفين كلمة متأخر ميزننا اياها عن الكلمة الثانية الان نيجي على المثال الرابع عندي هون ارقام موظفين مع اسماء يعني تقريبا لا ثلاثمائة اسم عندي ثلاثمائة رقم وظيفي مع الاسماء لا رح نرجع للشاة جي بي تي ونبحث عن صيغة كيف نبحث عن اسم الموظف من خلال الرقم الوظيفي نيجي على الشاة جي بي تي رح نسأله عن انشاء صيغة في الاكسل للبحث عن اسم الموظف في عمود بي من خلال الرقم الوظيفي في عمود اي نيجي بنضغط انتر الان بنعمل كوبي للصيغة اللي ظهرت قدامنا كوبي كود نيجي على الاكسل في خانة البحث عن الاسم رأيت اكليك بيست الان في الصيغة في الاي تو بنشيل الاي تو بنحط رقم الموظف اللي بنندور عليه على سبيل المثال رح نستخدم هذا الرقم نضغط انتر طبعا نهيب علي الرقم الوظيفي ثلاثين اثنين ثلاث اربعة الان نيجي على المثال الخامس والاخير على سبيل المثال عندي هاي الاميلات زي ما انتم شايفين قدامكم والاسم اليوزر بدي اخذه لحاله وافرزه في خانة الاسم بدون ما اكتبهم يدوي بنيجي على تشات جي بي تي في مهرك البحث بنسأله على انشاء صيغة اكسل لفرز كل النص ما قبل علامة الات في اي تو واستبدل النقطة بفراغ نشوف ايش ده يعطينا انتر الان بنيجي بناخذ كوبي للصيغة بنيجي على الاكسل في خانة الاسم زي ما انتم شايفين علي احمد بدون نقطة النقطة طبعا تحولت لاس بيس نفس العملية بنيجي على طرف المستطيل عند النقطة بنسحب لتحت هيك تنفرز كل الاسماء وبهيك انتهينا من شارع درس اليوم انشاء الله تكونوا استفدتم معنا ويريت اذا اعجبكم الفيديو تعمونا بلايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكوا مننا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته